نعم بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة المرتفعات الجبلية نالت نصيب الأسد في كمية الأمطار التي هطلت عليها في فصل الصيف خاصة مرتفعات منطقة مكة المكرمة مرتفعات الباحة وعسير وجازان أيضا تأثرت معنا المناطق الجنوبية الغربية الداخلية خاصة مناطق جنوب منطقة الرياض ونجران والمناطق المحيطة بها شهدت صيف هذا العام أمطار حقيقة تعتبر غير مسبوقة امتدادة للأمطار التي أثرت على مرتفعات مصائف المملكة حقيقة نحن ندخل فصل الخريف الأسبوع المقبل مناخيا ونتوقع أن يكون هناك اعتدال مناخي على أجواء المملكة من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة بالاعتدال النسبي على معظم مناطق المملكة الفرصة مهيئة أيضاً لهطول الأمطار في فصل الخريف على المناطق الوسطى وأيضاً سواحل منطقة مكة المقرمة شمال المملكة أيضاً المرتفعات قد تشهد أمطار خفيفة المؤشرات تشهد إلى أن فصل الخريف من المتوقع أن تكون أيضاً درجات الحرارة به قد تكون أعلى من المعدل الذي تسجل عادة في فصل الخريف لكن من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة بالاعتدال النسبي أيضاً المجدد الزمنية ما بين الليل والنهار قد تعتدل خلال الشهر المقبل وتبقى درجات الحرارة في معدلاتها بفصل الخريف بالإضافة إلى تأثر مناطق المملكة التي ذكرتها خاصة السواحل منطقة مكة المكرمة والوسطى والشمالية بأمطار متفرقة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر